اهلا بحضراتكم مرة تانية كنا بنتكلم في بداية الحلقة عن أولى جلسات الحوار الوطني واللي انطلق بالفعل بالأمس وكانت مزاع على الهواء مباشرة شارك فيها أعضاء مجلس الأمنة 19 واللي بيمثله كل الاتجاهات والطيارات السياسية والمدنية وشفنا من خلال مداخلات أعضاء المجلس مبارح انه فيه التزام بالشفافية وخلق مساحات مشتركة للتفاهم والتوافق حول كل القضايا المطروحة للنقاش خلونا نتكلم بتفاصيل أكتر معنا نائبة مرسيل سمير عضو مجلس أنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صباح الخير عليك صباح النور أهلا بيك أهلا بيك مبارح كان فيه حالة من التنوع كان فيه طبعا اتجاهات مختلفة لأعضاء مجلس الأمنات 19 خلفيات ثقافية مختلفة واتجاهات مختلفة في كل الأمور وانتماعات تحس بي مهمة ودي حاجة مهمة جدا برضو وعايز أبدأ معاك من فكرة إزاعة الجلسة الافتتاحية على الهواء مباشرة عشان الناس تعرف إيه اللي هيتم منذ بداية الدعوة للحوار فيه تأكيد أن الحوار هيكون علني وكل نتائجه هتبقى معلنة والهدف منه أن نكون فيه ثقة متبادلة بين الفيدير والحوار أو القائمين على إدارته سواء بقى مجلس أمنة أو منظمين والمشاركين والمواطن اللي هيشوف إيه اللي بيكلموا باسمه بيقولوا إيه بالزبط يعني دي خطوة عظيمة جدا وتقريبا يعني مبارح كان يوم أنا شايفة أنه هو يوم احتفالي لأن إحنا أول جلسة كان بهذا النجاح رد الفعل وعقل دا الناس كان عظيم جدا الناس كلها طول اليوم قدام التلفزيون بتتابع يعني جمعت المواطنين كلهم بيشوفوا إيه الجمهورية الجديدة بترسم إزاي خاصة أن إحنا نحن نحن نتأسس الجمهورية الثالثة بعد 52 يعني مرت مصر بتلت حقب ودي الجمهورية الثالثة وهي الجمهورية الثلاثين يونيو اللي متأسسة على أساس حلفة الثلاثين يونيو واستعادته وهدفها بناء مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة يعني دا القسس اللي احنا متفقين عليها فما يجي المواطن نشوف اللي بيكلموا في شأنه أو اللي بيناقشوا الاقتراحات اللي هو قدمها وكمية ألاف مئات الألاف من الاقتراحات تقدمت أنا يعني كنت سعيدة جدا أن فيه عرض إحصائي بكل واحد سجل فين وبعت إيه وكم رقم والمواطنين اقترحوا في قاني قطعات عشان المواطن يارف النصواته بتسمع دي أهم حاجة نيجي بقى لجزء المسؤولية بتاعة مجلس الأمن ومجلس الأمن دوت يعني تم اختياره بحيث أنه يعبر عن يعني مصر على صغير مصر على صغير بكل طياراتها بكل أحزابها يعني وفيه تمثيل جايد للأحزاب المعارضة جوه مجلس الأمنة فيه تمثيل شباب تمثيل للمرأة كمان فيه شباب ومرأة وكلهم يعني أنا حزبي فيه اتنين أنا فرحانة جدا أنهم موجودين وأحدهم يعني ليه قام في الفكر والثقافة وأحدهم قام في الاقتصاد لكن هو بيتكلم ما قالش أنا بمثل حزب كذا أنا جاي أتكلم بإسم المصرين كله لما أجي أتكلم بإسم المصرين كلهم يتخلى عن الانتباية الحزبية أتخلى وأتجرد عن توجهاتي لأن أنا مكلف بإدارة والإدارة مسئولية وعب ولازم تتعمل صح عشان الحوار الوطني ينجح فأنا وأنا بتكلم هتلاقيني بتكلم بإسم مصر مش بإسم أنا أنا يسار ومعارضة ماشي بس أنا معارضة بس وأنا بتكلم في قضية عامة تخص كل المصريين لازم أتكلم بلسهم كله وإحنا مش داخلين في دبيت إحنا بنبني دور بنبني جمهورية جديدة فكلنا لازم نكمل بعض وهو ما أقول اللي يبقى فيه الحوار وهو الحوار قائم على وجود أكتر من رأي أو ما نزحب الحوار الحوار قائم على أكتر من رأي لكن المكلف بالإدارة يجب أن يتجرد يعني دي وجهة نظر أنا مكلف بمهمة فلازم أكون قد المسئلية والمهمة دي ولازم أنا مقتنعة بحاجة بس مش هفرض رأي على الناس اللي بتتحوير الرأي ده أبدا استحالة يعني فأعلان الميساق وأعلان الوثقتين اللي أعلن عنهم السيد يقرس وعن نقيب الصحفين وأمين الحوار وجودهم كلهم مع بعض والانطباع اللي خده المواطن هو بيشوف إن لا فيه أمل الدنيا ماشية كويس كده وبدايتها قوية وهيبقى يعني من أنجح الحوارات اللي معمولة في الإقليم يعني أنا بتابع الحوارات اللي معمولة في الدول اللي حوالينا كلها وحوارات وطنية سابقة وتم ونتج عنها نتائج وكتب لا الوضع في مصر مختلف يا جماعة الوضع في مصر يفرح يعني يفرح بداية قوية تنظيم ده اللي كان الإعلام حريص إنه يبينه مبارح بنقل الجلسة إنه حق الرأي العام في المعرفة حق الرأي العام في المتابعة حق الرأي العام في إن انتوا كم أنتم تبقوا شايفين صدد ناس علشان يبقى الطريق اللي ماشي فيه الحوار يعني الناس مبسوطة من شئ ما فآه إحنا تمام الناس عايزة تعمل تعديل للطريق فقط تبتدوا تعدلوا هو ده الهدف من نقل الجلسات على الهواء نعم ده يعني ومقدر جدا على فكرة يعني إحنا الحزب عندنا مثلا سمحي لينا تكلم عن باسم حزب التجمع لأننا إنهنا من الأحزاب القديمة حزب عندنا شارك في نمازج لحوارات وطنية قبل ثورة 2011 قبل ثورة يناير 2011 اتعملت نمازج بس ما كانتش كده يعني حاولوا لكن ما نجحوش اللي حصل مبارح ده بقى كان نجاح يعني أنا قوي مش قديمة قوي في السياسة لكن معايا ناس قديمة وبتحكيلي لا اللي حصل مبارح ده كان مبهر جدا يعني أنا أنا متوقعتش إن هو بقى بالمنظر ده متوقعتش إن أنا بقى في ختم دولن أعيقاد في المجلس وقعدة بتابع بتابع المؤتمر اللي شغال وعايز أروح ومش عارف أروح حشان عندي حاجات تانية وبتابع دكتور ديار شون هو بيتكلم فلا كان في حالة ياريت يعني الحالة دي تستمر الشعب المصري سعيد بيتابع وهو عنده حلام من الرضا فيه شفافية مفيش حاجة هتستخبى خالص وهم أكدوا لنا مبارح إن كل كل الجلسات علنية معادا أمور بأنها وده طبيعي إحنا متفاجمينه طبعا لكن خلاص أنا كموقت هيتكلم عن التعليم هبعده بشوف بقى ابني اللي في سنة 4 ابتدائي ده هتتكلموا عنه ولا لأ وهبقى مقدم مقترح هيبقى مقدم مقترح ولا مش مقدم مقترح هيبقى فهم التوجه العام ناس تتكلم في إيه مشاكل الآخرين إيه ما فيه ناس ما عندهاش أولاد مثلا لكن في نفس الوقت هم جزء من المجتمع وقريب هيبقى عندهم فيبقوا فاهمين مستقبل أولادهم يبقى شكله إزاي مستقبل الطرق والنقل هيبقى شكله إزاي مستقبل الصحة هيبقى عامل إزاي رؤية الناس في القضايا المحورية دي هيبقى عامل إزاي لأن إذا كان الحوار يغلب عليه الطابع السياسي وده الواضح من عندنا لأن أغلب المشاركين عايزين يقوّل الحياة الحزبية في مصر ويقوّل الحياة السياسية في مصر ويعدلوا قوانين قديمة تعتبر بالنسبة لهم عائق عن ممارسة السياسة في الجامعات وفي مركز الشباب وغيره لكن في نفس الوقت في مواطن مش ده القضايا بتاعته أصلا يعني أنا قضيتي إن أنا نصح الصبح ألاقي أما روح الجامعية ألاقي الحاجة بتاعتي موجودة أما روح الشغل أقبض مرتبي في معاده الحاجات اللي بتطمن المواطن وحياته أعرف روح الشغل بالمواصلات تساعدني إن يعرف أوصله طريق المهد أهم حاجة في أزمة اقتصادية المواصلات دي مش هتغلى ولا هتغلى يعني القضايا اللي بتصير الهم الحياتية اليومية دي مهمة وبعدين نحن مش بنتكلم عن حوار سياسي بس هو تم من أول يوم تم الإعلان عن حوار وطني شامل يشمل كل حاجة النقابات مشاركة ويعني كل النقابات والانتحادات العمالية والحزاب السياسية والجامعات والأكاديميين يعني أنا مش هعرف أتكلم فيه مش هعرف أخش أتكلم بطيار سياسي بلسان طيار سياسي صحيح هل مجلس الأمرة بعد ما يناقش كل الأضايا اللي تم تقدمها وكل الأفكار وكل الطلبات اللي تقدمت من المواطنين هل بعد ما يناقش كل هذه الأضايا وضع مجلس الأمرة هيكون عامل إزاي هل هو في حالة نعقاد دائم بحيث أن كل ما يطرق نناقشه سواء اللي أنا عارفها وأنا ما عارفتش الوثيقة الوثاقة اللي بتنظم العمل اللي تم علانها عن برع لكن اللي أنا عارفه إن الإدارة حتى في البرلمان أو في أي مكان بيضم طيارات كتير الإدارة قائمة 24 ساعة فهي هتبقى موجودة هم هينظموا جانب فنية هتتعامل للمحاور في جلسات وحلقات نقاشية هتتعامل في بيانات إعلامية لكل ما يتم إنجاز ودي خط إعلان عظيم جدا هخلصت مثلا محور الصحة وشغال في محاور أخرى هعلن النتائج بتاعته وفي حد هيجي يقول لي بيان إعلامي بعد كل جلسة إيه اللي حصل فيها ده الوحده يعني يعني ده الوحده بيدل إن هذا الحوار يعني قائم على الشفافية قائم على الإعلانية مفيش حد بيزايد على حد ما فيش حد بيقول لي حد ما تقولش رأيك مشاهدين نحن نسأم كاملين معاكم مع ضفتنا من نورانا في الستوديو لكن خلينا نروح سريعا لفاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الكريمات أهلا بكل مشاهدينا من جديد بنرحب من جديد بالنائبة مارسل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهلا بيكي من جديد أهلا بيكي أهلا بيكي إمبارح كان فيه فقرة كده أو أنا متخيلة أنها ممكن تكون من أهم الحاجات اللي حصلت إمبارح بحيث أنها تسهل المتابعة تحديد المصطلحات فكرة تحديد المصطلحات ده ممكن يسهل على المتابعين ويسهل على المشاهدين الفترة الجاية أنهم يبقى فاهم هو بيتابع إيه ومحدد إيه ويدخل على الموضوع اللي هو عايز يتابعه على طول مباشرة طبعا طبعا التنظيم والتبسيط والألية الواضحة بتسهل لأي حد أنه يتعامل معي طالما فيه ألية واضحة وبسيطة وأهم حاجة أننا رعيناها يكون بسيطة والخطاب يكون بسيط لأن اللي بيتفرج علينا المواطن العادي والمواطن العادي يعني مش أكاديمي ولا سياسي ولا متخلصة فلازم أتكلم بلغته وبسط بالذات الاقتصادي يعني أنا طبعا أن القائمين على المحول الاقتصادي أن هم يبسطوه على قد ما يقدروا مش كل المواطنين يعرفوا يعني إيه تدخم أو ركود تدخمي أو يعني إيه ناتج محلي يعني إيه عجز ما يفهموش الحاجات دي فمحتاجين أن القائمين على تلك المحاور يبسطوها بحيث أن يبقى كل المواطن يقدر يشارك يعني أنا لما الحاجة تكون بسيطة هشارك هشارك يعني أكيد لكن لو المصطلحات أكاديمية فطبيعا هتنحصر على فئة معينة ففئة معينة بس اللي هتشارك فيها لكن الهدف مشاركة الشعب كله فأنا يعني إيه أو توقعها أن الحوار هيبقى زي ما بقول في الحزب يعني مستوى الطلبة متوسط يعني ومستوى هيتقال ببساطة جدا عشان خاطر الناس تفهم والناس تقدر تشارك والناس تبقى شايفة ومستقبلها شكله ازاي عزيزي طيب الأمانة الفنية مستوى محمود فوزي مبارح عرض مجموعة من البيانات والإحصائيات مهمة جدا عشان تعرفنا احنا رحيم فين عشان تعرفنا الشعب عايزي خلال الفترة اللي جاية ايه أكتر مشاكل بيواجهها الفترة دي ايه الموضوعات ايه مقترحات وبخصوص ايه موضوعات تحديدا النسب اللي شاركت احنا قلنا انها تخطط 96 ألف طلب تم تقديمه حتى الآن واستقبلتهم الأكاديمية ازاي هيتم تصنيف هذه الطلبات والنسبة بشكل عام بتشير لإيه وده عايبق بقى على الأمانة الفنية وفريق العمل اللي موجود هيصنف أكيد حسب المحور لأنهم قسموا تلات محاور بس أنا بالنسبالي ان كل التلات محاور دول أكيد تحتهم عدد من المحاور الفرعية كثير جدا وتحته كمان فرعي يعني تعدد فرعي فرعي ممكن حد يتكلم في قضية نوعية بعينها بس القضية النوعية دي مهمة جدا للبلد في الوقت الحالي فالطبيعي أنها هتتسكن في المحور الاقتصادي تحت الأساسي الساب كاتيجري بتاعها أو العنوان الفرعي بتاعها فلا إحنا عندنا كمية موضوعات كتيرة يعني التعليم نفسه ما هيتقسم تعليم أساسي وابتدائي وتعليم جامعي والصحة ما فيه صحة عني منظومة التأمين الصحي الشامل لسه ما اتطبقتش بس فيه ناس اللي اتطبقت عندهم عايزة تطورها ففيه كذا 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 محور وكذا موضوع الصحة فيها الأطباء نفسهم ما هو أنا عايزة أخفز على الدكاترة وتبقى عايشة كويس صحيح وضعهم وحسن من أوضحهم المعلمين نفسهم أنا عايزة أحسن من أوضحهم فهتلاقي عدد المحاور الفرعية كبير وكل واحد هيتكلم عن الأضايا اللي تخصهم يعني أنا مدرسة أتوقع كده أن هما جات لهم من الأمانة الفنية حاصلين على المجسر والدكتورة أكيد بعتوا طبعا أكيد أكيد هما بعتين على صفحة بس أكيد بعتوا هما عايزين يشوفوا مكان ليهم وضط حقهم على فكرة فهتلاقي مثلا الأطباء اللي عندهم مشكلة وخاصة اللي شغالين في المستشفيات الحكومية أو أجرهم محدود وبعدين بصراحة بيتعرض عليهم أجور أفضل في دول تانية فأنا مش عايزهم يمشوا أنا عايزهم يعوضوا في البلد ولازم أفتح القضية دي ويكون الدخل دخل عادل يقدر يعيش به حياة كريمة ما هو إحنا عايزين نعيش كلنا حياة كريمة فالقضية دي هتلاقيها محاور موجودة جوه الحوار أكيد يعني المحور المجتمعي أو الاجتماعي حسب ما تم إطلاقه هذا المحور هندرك تحته قضية ثقافية ما هو أكيد ما هو لازم يعني ما لازم يبقى فيه ثقافة بديلة يعني الموضوع ده مش فيه خيار أنا عايز ثقافة بديلة أنا بقالي ثلاث عقود الثقافة السيدة زودت نسب العنف زودت الخطاب القرهية من الآخرين وإحنا عايزين المجتمع المصري لحمة واحدة واحدة للأرض والشعب ما فيش أي حاجة تفرق من المصريين فطبيعي إن إحنا هنتكلم عن ثقافة جديدة غير الثقافة السيدة اللي سادت على مدار السنين ونتج عنها إن يعني وصل للحكم مجموعة معادية للوطن نفسه يعني إحنا محتاجين نغير هذه التركيبة الثقافية ونغير وعي الجيل الجديد والشباب طبعا إذا أميليتي النائبة أميرة صبر أمبرح قالت الكلمة كانت عظيمة جدا لأنها وجهتها للشباب هي طلبة إن النسبة الأكبر من سكان مصري يتبع ما هو الشباب برضو الأغلبية فإحنا نطمع إن هم يتبعوا الجلسات ويعني ونتمنى إن البخراجات كلها يكون بخير بس إحنا شفنا تواجد للشباب مبارح كمير هم موجودين بس إحنا عايز الشباب اللي في البيت بدأ ما يوضع القهوة تفرج على تلفزيون يعني إحنا طالبين منه كده عشان يشارك إحنا مش بطالبين حاجة تلي بس يتفرج على التلفزيون ولا يستخدم بقى أنتو كان فيه حيات كتير قوي إلكترونية الموقع الإلكتروني للتواصل سيد ديارة شوان أمين الحوار قال أنا لسه بستقبل مقترحات يعني هو عرض كمان القنواتنا فتوحة هزين أرقام تفضل قدم ما حدش قال لحد ما تقدمش وأنا عايز أقولك مصر فيها عقول يعني عظيمة تخرجنا من أزمات كتير قوي وأزمات جاية كمان مستقبلية تبقوا هيبقوا شايفينها فيشاركوا هم يحسوا المسؤولية لما يعرفوا الأعداد اللي اتعلنت نباح أكيد عظيم كل شكريك شرفتين ونورتين سيخال سيادة نائبة مرسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا